هؤلاء قرروا غلق مقر بلديتهم بغية إيصال صرختهم للسلطات العليا هم مواطن بلدية وادي الجمعة في ولاية عين الدفلة حملوا شعارات وصور شهداء المنطقة لعلها تشفع لهم للتكفل بالشغلاتهم مواطنون يطالبون بلجنة تحقيق لتقصي الحقر وردع الممارسات اللامسؤولة في بناءات ريفية وهمية لكم معايا المواطنين فتحوا لي تحقيق في الإعانات الإعانات الوهمية للناس دوهاد رهم وفتحوا لي تحقيق في الإعانات التي نرم المو في الأصل تتسببنا في اللوتيرة في المنطقة الريفية هذه بحثنا لجنة تحقيق المير هذا فلاح ما عنده حتى على قمسي هي تراكمات لأزمات يتكبدها السكان في منطقة البسالة والشموخ إبان الاحتلال المرير لتجد الأهالي أنفسها تصارع ظلم السلطات المحلية التي لم توفغ رضمن انتخبوهم وسدقوهم ذات خريفة ترجمة نانسي قنقر